أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه لما علم قول الله تعالى سنكتب ما قدم وآثرهم وعلم حقيقة الدنيا كان يتخير اليوم شديد الحر فيصوم فيه اليوم شديد الحر فيصوم فيه فيسألونه عن ذلك يا أبا موسى تختار اليوم شديد حره لتصوم فيه فيقول أصوم في يوم شديد حره ليوم شديد حره أصوم في اليوم شديد الحر ليوم هو أحشد حرا وهو يوم القيامة لأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم قال من عطش نفسه يوما في سبيل الله من عطش نفسه يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا سبعين سنة بسبب ماذا؟ بسبب يوم واحد يوم شديد حر صام الإنسان فيه لله سبحانه وتعالى فما بالنا بمن صام رمضان إيمانا واحتسابا ثلاثون يوما تصومها لله سبحانه وتعالى ولكن لا بد أن تعلم أن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا وقبول الصيام متقيد بأنه يكون لا بد أن يكون إيمانا واحتسابا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فإذا كان الإنسان يريد أن يتقبل الله عز وجل منه صيامه فلا بد أن يخلص لله سبحانه وتعالى في صيامه لابد أن يكون صيامه إيمانا لله عز وجل راضيا بما أمره الله سبحانه وتعالى محتسبا الأجر والثواب عند الله عز وجل يصوم لا رياء ولا يصوم سمعة ولا مفاخرة وإنما لله سبحانه وتعالى هكذا كان أبو موسى الأشعرية يتخير اليوم شديد الحر ليصوم فيه ليوم شديد حره يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم يتمنى المرء أنه لو قدم أثرا طيبا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى به